ترك خلفه أسرة محطمة من أربعة أطفال وزوجة وأمي يحفر الحزن آثاره على وجهها محمود عقاب عبدالله حلبوس هو أحد ضحايا الانتهاكات في السجون الحكومية توفي تحت وطأة التعذيب في سجن المطار ببغداد بعد أن اعتقله جهاز مكافحة الإرهاب من قضاء القرمة بمحافظة الأنبار وعنده محل مال مخبر جاء علي وخذوه قال له لعدنا استفساروا إياك بعدين أخذوه طببوا للمركز قالوا لش عندك محمود هنا أنت قال شين تشتغل جيبال قال شين تشتغل عماله بالخشب بعدين قالوا لي يا الله أسعد خذوه هناك لك ويمنا مركز خذوه إلي يما رح التأشوفه ما قدرت تطب شوفه ما قدرت ضل يومين وخذوه البغداد وراء بغداد داعينا بيابه ابنه وينه ابنه ش عنده ابنه كتش ما عنده قالوا لا هذا خذنا ناخذ قاعد بعدين ست شهر وإحنا ما ندل وين مصيره وراء ست شهر وراء ست شهر متوفي لا بدرنا نفوت نشوفه لا بدرنا ننطب علي متوفي جاءنا الخبر محمود عقاب متوفي ذاكرة وجع تأبى النسيان ستة أشهر مرت ولم تسمع الأسرة المكلومة أي خبر عن محمود المخفى في غياهب المعتقلات لتفجع بنبأ موته على الرغم من صدور قرار بالإفراج عنه صرخات توجه إلى آذان لا تسمع بعدما تحولت أقبية وزارة الداخلية والسجون المنتشرة في أرجاء العراق إلى مقاصلة ترتكب بها جرائم قتل وتعذيب تقشعر لها الأبدان صيحات غضب ممزوجة بحزن يجسد واقع عشرات الآلاف من الأسر المكلومة غضب لا يعلم أحد إمكانية وصوله إلى ضمائر مسؤولين حولوا سجون العراق إلى مسالخ بشرية على وفق تقارير المنظمات الدولية